الموعد المحلي مشاهدين أهلا بكم بداية تعرضت ليلة البرحة زياد من عشرين طالبة من الإقامة الجامعية عين الباي بجامعة قسنطينة ثلاثة لأعراض تسمم غذائي يجهل مصدرها هذا ونقلت مصالح الحماية المدنية حوالي العشرين طالبة نحو المستشفى من أجل تلقي الفحوصات اللازمة كما قامت العيادة على مستوى الإقامة الجامعية بفتح عدد أو بفحص عدد من الطالبات لمراسلات زميلاتنا بالإقامة الجامعية عين الباي عشراء التابعة لمدرية الخدمات الجامعية قسنطينة عين الباي بجامعة قسنطينة ثلاثة فقد تم تسجيل غذائي أصاب طالبات الإقامة حسب المقيمات فإن التسمم يعود لتناول وجبة الهومبورغر في وجبة العشاء احتمال ويرجح أن مادتي المايوناز أو اللحم قد تكون السبب في هذا التسمم يجد الإشارة أن الإقامة مخصصة لطالبات المدرسة الوطنية المتعدد تقنيات والمدرسة العلية للبيو تكنولوجيا والمدرسة العلية للمحاسبة بقسنطينة إذن فإنه قد تم تسجيل كحاصلة أولية حوالي 200 طالبات مصابة بهذا التسمم الغذائي وإن مدراء المدرس العلية التي ثم ذكرها سابقا فقد تم حلولهم بالإقامة للإشراف لإسعاف الطالبات التي أصبنا بعدة أعراض منها القيء والألم في البطن وحتى الغثيان والإغماء إلى أحوال الطقس الآن أين شهدت عدة مناطق بولاية سطيف تساقط كميات معتبرة من الثلوج سباحة يوم الأربعاء حيث اكتست المنطقة حلة بيضاء أسرة الناظرين خاصة بعد انقطاع تساقط الثلوج بالمنطقة لمدة طويلة نشاهد جمال المنطقة بالثلوج في تغطية لفيصل شنافي منطقة مقرس طريق البطحق بالنسبة للثلوج راهي نعمة إن شاء الله سلاغ وراء نمع موسم الفلاحة هذا إن شاء الله بربي راه فيها خير كبير عام خير إن شاء الله وراء نشوفه فيه هذا الوات الصغير هذا عنده مدة مبانش لسناب ربي إن شاء الله راه فيه خير كبير وبين وهذه يسميوها منطقة عين كبس ورانا مع الطريق الدخلة عنها بسر يبارك راي ثلوج وهذه الساعة في اللحظة هذي راي يصب ثلج ورانا فيه نعمة إن شاء الله الطريق راي يمليحها ثم راي يمليحها بس يبارك الله يبارك راي يصب وهذه عندها بزيف ما صبش أقدار الله يبارك وربي بقش تر ورانا فيه راكم عنا فيه ولاية سطيف بالضبط جبل مقرس والله أجواء جدا رائعة الحمد لله يا ربي رزقنا بهذه النعمة عندها عندها مدة مدة وما صبش أقدار خيرت كبيرة الحمد لله ربي ونشكره على النعمة هذي وأجواء جدا خيالية والله لي ما عيش الجو هذا مش رايزي يعيش وما رحب بيضم عدنا فيه سطيف احتضرت ولاية عين الدفلة الطبع السادسة للملتقى التحسيسي حول داء السكري بالمركز الثقافي الإسلامي محمد باية الملتقى عقد تحذيرا لشهر رمضان تحت شعار تغذية متوازنة لسيام آمن أين تخلل الملتقى مداخلات ومحاضرات ونصائح من دكاتر وأطباء مختصين في المجال التغذية لمحمد ولي شهر رمضان مبارك تنظيم يوم تحسيسي لبرداء السكري حول التغذية الصحية والسيام في رمضان ولهذا الأساس اخترنا لهذه السنة عنوان تحت شعار تغذية متوازنة لسيام آمن يوم تحسيسي التوعوي تربوي لنديرو كل عام من 2007 هنا في ولاية عندفلة ونجيبوا المصابين نداء السكر ونجيبوا العائلة تحوم لماذا لم يكن مرض السكر باش نطولهم إرشادات اللولين قلوا لهم كيف الإنسان كيف يصوم وباش يصوم يعني بصحة جيدة الإنسان العادي بلي لازم ينقص السكريات السريعة قبل رمضان وثاني في شهر رمضان هذا السكري عند مرض مزمن كيف يكون الصيام تحام في رمضان واشوالحكم تحام من ناحية الشرعية أن الحكم تحام هذا مرض السكري عندنا مرض مزمن أنه ما لازمش يصوم تحضيرا لاستقبال شهر رمضان الفضيل افتتحت السلطات المحلية بولاية تامنراست سوقا تضامنيا جواريا بساحة أسهار الفضاء يوفر كل المواد الواسعة لاستهلاك وبأسعار تنافسية ترضي المواطن التقرير ليوسف العيب ضمانا لوفرة المواد الواسعة لاستهلاك وبأسعار في متناول المواطن خلال شهر رمضان افتتحت السلطات المحلية بولاية تامنراست سوقا جواريا بساحة أسهار أحضيرا لاستقبال الشهر الفضيل فدور الكاميرا على الأسعار هنا الحمص هنا عندنا 36 ألف كان بلاسل حتى الخمسين ألف الروز 14 نفور نحن نفحد لتشريط عن المحلات إلى 25 ألتلاثين جار مقايدة نبادر ونضع بصمتنا للمشاركة بهذا المعرض الخاص بسوق الرحمة لذا قمنا بإحضار فاكهة الأناناس وهو منتوج أجنبي حاولنا أن نقرب المنتوج إلى المواطن سوق الرحمة بأسهار يوفر كل المواد الواسعة لاستهلاك بأسعار مقننة تكون في متناول الجميع طيلة شهر رمضان تطرقنا إلى فتح سوق الرحمة من أجل تخفيضات شهر رمضان التي سوف تساعم في الدخل المواطن الضعيف لاقتناء قوت يومه ظروف هذا نوع من الأسواق التي لا تأثير كبير على المواطن لأنها في وقت رلنا فيه تعاق على الأسعار الفضاءات التضامنية الجوارية المماثلة سيتم تخصصها للبيع وعرض مختلف المنتوجات بأسعار تنفسية ترضي المواطن تنمويا الآن يناشد سكان مشتد تغراتين ومشتد تذرع البز ببلدية تيمغاد ولاية باتنة سلطات الولائية لإيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها باعتبار المنطقة لا تتوفر على أساسيات الحياة المزيد من التفاصيل في تقرير أسما بوزيت الالتفات إلى المنطقة وتدخل سلطات المحلية لنفض الغبار عنهم وفك العزلة هو ما ينتظره سكان مشتد تغراتين ومشتد تدرع البز بعد سنوات من العيش في ظروف قاسية لا تتري سيتي لا غاز لا تطبيكي الناس ما عندنا والو هاك تشوف الميشة الإيرانية عايش فيها زنجل فورن وغاز القروب عايش بفورن وطعم وطعمة زوط عبكري لا تشفاولو ها هو كي لكم مهو هنا زنجل ريفي مكانش هني في سبع سنين هنا عايش ميزيريا طالب القطيدون هنا بمشاريع تنموية من شأنها أن تخلصهم من معاناة طالما أفقدتهم الأمل في بواصلة العيش في المشتة هنا لعدم توفرها على أبسط ضروريات العيش الكريم نسلنا السلوطات المعنية مديرية الطاقة بالقائمة الإسمية لهذه المواطنين التي لم يتشملهم الدراسة قمنا بتسجيل عملية لإنجاز بير ارتوازي ولكن للأسف هذا البيئر الارتوازي مياهه خرجت مليحة جدا وتم غلق العملية للأسف الشديد بالنسبة للغاز تم استفادة مواطنين فقط من مشتع راعي البز بغاز التروبان بقيت له الربط بالشبكة الخارجية الميلف على مستوى المراقب المالي من أجل التأشير أمام وضعيتهم المزرية يأمل السكان هنا بالتدخل العجل والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال استفادة المنطقة من برامجات موية أصبح بالقاسم من ولاية سيدي بالعباس أسيرا لكرسي متحرك والسبب حادث مرور حول حياته إلى جحيم التفاصيل في تقرير محمد أمين عزوز حافلة نقل المسافرين تتسبب في تحويل حياتي بالقاسم إلى كابوس فلم يعرف منذ ذلك الوقت طعما للحياة بعد أن أصبح أسيرا كرسي متحرك أكثر من عشر سنوات عانى فيها الرجل من صعوبة في الحركة إلى أن توقف تماما لتتواصل معاناته الصحية ومعها الظروف الاجتماعية بعد الحمد لله اللي شت العلاج قلنا الأول عملية في الصين طلبونا واحدة المنيار ونص وعود من بعدها كي شت المبلغ ما تلاقيه مش بالخف شتنا ثانيك في الأردن ثانيك في الأردن كانوا يعطينا نسبة الناجحة المليحة العملية الزوجة نديرها وذكرني نحتاج المبلغ والمبلغ هذا الحق 500 مليون العملية هذه إن شاء الله لا ربي يكتابوا وعاونوني المحسينين ووقفوا معايا إن شاء الله بينديرها في الترك وعطاوني أمل مليح شهرين نجي نتمشى ولو بالمريك زاد هذا أخونا بالقاسم ونتمنوا إن شاء الله المحسينين يعاونوا يساعدوا بشدي العملية ويوقفوا لكي عيه مضى وقت طويل وبالقاسم وعائلته ينتظرون الفرج خاصة وأنه رب أسرة وهو معيلها الوحيد بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الأخبار المحلية لنهار اليوم شكرا لكم والسلام عليكم